السلام عليكم ورحمة الله الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نعمل تطبيق شغلة image classification كده باستخدام الورنج طبعا الورنج نقدر ننزله مع نسخة الاناكندا الخاصة بالبيسون فممكن ننزله بشكل مستقل يعني يعني ممكن ينزل مع النسخة بتاعة الاناكندا وممكن تعمل install الورنج الوحده الورنج نقدر نقول هو data mining tool بتقدر تعمل الشغل اللي بتعمله على البيسون اللي بتكتبه في اكواد بس بتعمله بشكل مرقيا تمام فاسهل يعني لو حد مش متقن للبيسون يقدر يعمل شغل كتير وبشكل بسيط على الورنج طبعا في انا عمل play list حطت فيها المحاضرات بتاعة الورنج فهتلاقوا فيها كم محاضرات كويس طبعا عشان نشتغل مع الامج اول حاجة بعملها اللي انا بدخل في الاد اونز ديت تمام طبعا بتبقى محتاجة نت هتلاقوا مضمن الحاجات اللي بتظهر لنا هنا مش عارف يعني هو النت تقريبا فيه مشكلة عندي بس يعني مضمن الحاجات اللي هتظهر لنا في الاد اونز اللي موجودة عندنا الامج اناليتيكس تمام بنعملها install تمام هو فيه مشكلة بس في الانترنت بس يعني بنعملها install وانا عملت لها install موجودة عندي هي بعد ان تضاف هنلاقي فيه البلوكس بتاعتها اللي هي الخاصة بالامج اناليتيكس وموجود حاجات كتيرة يعني بس من ضمن الحاجات اللي هي الامج اناليتيكس هنجرب نشتغل عليها النهاردة انا طبعا اول حاجة عايز اضيف صور ندوس كليك يمين ونختار import import images تمام بعد كده هنحاول نعمل block image viewer عشان نشوف الصور اللي احنا ضفناها نشوف شكلها عامل ازاي ونوصل الاثنين دول مع بعض طيب فين الصور اللي هتبقى موجودة عندنا انا حطت الصور عندي على desktop عشان يعني ما ندورش على كتير عملت folder على desktop في الصور بتاعتي وطبعا تقدر من هنا اللي انت تختار المسار بتاعك اللي موجود في الصور وهو زي المتلاب يعني مجرد اللي انت بتحدد له folder بيبدأ هو ياخد البيانات اللي موجودة داخل folder ده اه يعني مجرد اللي انا اخد له folder ده تمام هو يبدأ يشوف folder ده كموجود جواه اربعة sub folder فبيعتبر كل واحدة من دول category او class موجودة عنده تمام اقدر اشد الملف كده تمام وهو يضاف عنده بشكل automatic تمام انا طبعا كنت اضيفه قبل كده فعشان كده هو ايه موجود عندي ال data sets اللي انا كنت اضيفه قبل كده فبيقول انت عندك اربعة category وهي خمسمية واثناشر image لو انا عايز اشوفهم هلاقي موجودة عندي هنا في ال image viewer شكل الايه الصور اللي موجود عندي هي صور كانت chest x-ray ومتصنفة على حسب الامراض سواء bacteria او viral او covid او normal تمام اه طبعا كنت اواخدها تشكيلة كده من كزا قاعدة بيانات يعني طيب دي ال images اللي موجودة عندنا طب هو عايز اشتغل عليهم بشتغل عليهم ازاي هو بيحول الصور بتاعته ل features او بيجيب لها بيعمل features extraction بمعنى تاني بستخدام transfer learning طب بيعمل الكلام ده ازاي هو عنده block اسمه image هو اللي بيعمل قصة دي اه هنجيب بتاع وهنوصل بتاع تمام بتاع ده هيحول الصور اللي كانت موجودة عندي لكل صورة مثلا نفترض الصور ابعادها انا طبعا الصور دي عملها وكلها نفس الابعاد مثلا مزبطها 227 في 227 ممكن حتى نتأكد منها 224 في 224 فانا مزبط الابعاد بتاعت الايه الصور اللي موجودة عندنا المفروض اللي هو هيبدأ ياخد الصور اللي موجودة عندي ديت وبيحول كل صورة من دول لعدد معامل ممكن ياخد مسلا من كل صورة 500 1000 على حسب معهم حدد الموديل اللي هو شغال عليه او الموديل بتاع transfer learning اللي هو بيشتغل عليه هو طبعا عنده اكتر من موديل يعني والاساس اللي هو بيشتغل انلاين يعني هو بيعمل الخطوة دي مع السيرفر تمام وبيبدأ يعمل موضوع الاكستراكتينج الفيتشرز دي عن طريق السيرفر لو معرفش يتصل بالسيرفر بيحاول يشتغل على او الكمبيوتر المحلي اللي انت شغال عليه يعني طبعا هتلاقيه كاتب لنا الكلام ده اللي هو مسلا شغال وشغال فيه اختيارات تانية ممكن نشتغل بالانسيبشن آآ في جي جي ستاشر تسعتاشر وهكذا تمام يدينا مجموعة اختيارات طبعا اسهلهم من يعني هيبقى عدد اللي ارز بتاعتها قليلة ومن اسهل الموديلز يعني ممكن طبعا والحاجات التانية تديني نتائج افضل لو انا عايز اشوف شكل الفيتشرز اللي طالع من الخطوة بتاعت الامج امبيدنج هنختار اللي احنا نضيف data table عشان بعد ما ينفذ الخطوة بتاعت الامج امبيدنج نشوف شكل التابل اعمل ازاي طبعا لايه عاملنا مجموعة روز تمام؟ كل رو بيمثل الفيتشرز اللي بتاخدت من صورة من الصور ومكتوب جنبها الكلاز بتاعتها او الكاتيجوري بتاعها ويبقى كاتب الصيز بتاع الصورة ويكاتب الويتس والهايت بتاعها شكله عامل ازاي انا هنتظر لو يخلص الخطوة بتاعت الامج امبيدنج ونشوف شكل الديتا تابل اللي موجود عندنا وبعد كده نشوف هنعمل ازاي كلاس في كيش طيب كده خلص الخطوة دي هنفتح الديتا تابل اللي موجود عندنا هنلاقي كاتب لي الكاتيجوري وكاتب لي الامج نيم والمسار بتاع الصورة والnosis والهايت واجايب لي كل الايه التفاصيل وبعد كده ده اللي هواخدها من كل صورة واخد من كل صورة كان احد من كل صورة 1L عدد الصور اللي كانت موجودة عنده 512 الـ with 4 value او كان عنده 4 class وكل مرة بقى كاتب لك الايه الclass اللي هو كان شغال بيه او الكاتيجوري بتاعته طيب بعد كده به عايزين نعمل classification عشان نعمل classification بناخد البلوك بتاع التست اند سكور هنكتب له تست اند سكور وهنوصل البلوك بتاع التست اند سكور وبعد كده بنختار نوع بقى الكلاسفير اللي احنا عايزين نشتغل به انا في الغالب بفضل طبعا في الغالب يعني بيدينا اداء كويس يعني ممكن نحط ممكن ممكن يعني دول بتهاري في الغالب هم اللي بيديوا افضل نتائج والنيورال نتورك والادا بوست من الانواع او من والسابورت فيكتور ماشين برضو من الحاجات اللي بتدي نتائج كويسة فهنبدأ نوصلهم والنيورال نتورك طبعا في الغالب اكترهم يعني من ناحية الوقت او اللي بياخد وقت طويل في الترينج والكلام ده في الغالب السابورت فيكتور ماشين والنيورال نتورك بياخد وقت طويل عشان كده انا موصلش النيورال نتورك عشان ايه نشوف نتائج بشكل سريع شوي يعني طبعا انا ممكن اوصل برضو تمام بحيس اللي انا شوف شكل ماتريكس في كل حالة انتظر بس يخلص الخطوة دي وبعد كده نوصل طيب هو خلص بعد كده كده وصلنا طبعا ممكن انتم ممكن برضو اجيبي لو نعايزه الحاجات بتاعت يعني اجيبي كل الكلام ده ممكن نوصله يعني بس يعني ايه ممكن ده يكون في مراحل تانية هنفتح هلاقي جايب لي جايب لي جايب لي ممكن طبعا نرتبهم بناء على هلاقي على واحد مسلا كان 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 بتمانين في المية كانت مثلا بتمانين في المية طبعا انا مش عايز اعرض كل الحاجات دي او اقللهم او ازودهم او كده هتلاقي فيه اختيارات تبدأ تختار اللي انت كنت عايز تعرضه من يعني المختلفة وطبعا احنا كده شغالين كروز فاليديشن بتين فولدس هاو وشغال يعني بحاول ياخد عدد ثابت من كل كلاس عايز صغير طبعا في الكلام ده تقدر تغير بدل ما اشتغل عشرة اشتغل اتنين تلاتة خمسة عشر عشرين وموجود عندك تقدر برضو تشيل اختيار بتاع الاستاريفايد وطبعا كنت ممكن تقسمهم برضو لترين وتست لو انت كنت عايز تشتغل ترين وتست يعني ده بشكل بسيط تمام ولو عايزين نشوف شكل الكونفيوجن ماتريكس فهو بيجيب لي الكونفيوجن ماتريكس طبعا اجمال الصور خمسمية واثناشر وبيبدأ يشوف لي طبعا القيم الصحيحة او اللي تعرف عليها بشكل مظبوط هي اللي موجودة عندنا في القطر الرئيسي اللي هي بالبنفسيجي دي الحالات اللي هو يعني مثلا تسعة وسبعين دي اللي هي كانت بكتيريا وهو شفها بكتيريا يعني كان الاجشوال بكتيريا والبريدكتد بكتيريا بكتيريا ونفس القصة هنا هتلاقي دي اللي كانت كوفيد والبريدكتد كوفيد وهكذا هنا اللي كانت نورمل والبريدكتد نورمل بالنسبال للميس كلاسي فيكيشن اللي هي الحالات التانية دي يعني مثلا حاجة زى اللي هو اقف عليها ديه دي كان بالنسبال للاكتشوال كوفيد طبعا المحور ده بتاع الاكتشوال والمحور اللي فوق ده بتاع البريدكتد هو كاتب لي جنبها قال للأكتشوال كان كوفيد بس البريديكتد طلع بكتيريا مثلا تحتها دي كان بالنسبة له الأكتشوال كان نورمال والبريديكتد بكتيريا فطبعا لما أبدأ أشوف الكونفيوجن ماتريكس اللي موجود عندنا نبدأ نشوف هو غلط في أي كلاس بشكل كبير والتوزيع بتاعه كان شكله عامل إزاي وممكن في الوقت ده نفكر نعمل إنسيمبلينج ما بين أكتر من كلاسفاير بحيث واحد يعالج لنا مشكلة مثلا في أحد الكلاسز وواحد يعالج لنا مشكلة في كلاس تانية وهكذا وطبعا موجود عندنا الـ Random Forest وموجود عندنا بالنسبة للـ SVM ممكن نجرب الـ Neural مش عارف إزا كاتها تاخد وقت طويل معنا يعني ولا هتعمل إيه هو في الغالب الـ Neural من الحاجات اللي بتطول شوية بس طبعا التعامل مع الـ Features بيبقى أبسط من التعامل مع الصورة نفسها واللي انت هتشتغل transfer learning أو معلش تشتغل يعني تعمل model deep learning وتستخدم transfer learning في كل المراحل أكيد الكلام ده هياخد وقت أطول من اللي انت تنفذ الكلام ده عن طريق وبعد كده تستخدم أحد التقنيات اللي موجودة عندك في الماشين learning طبعا احنا عندنا عدد كبير من يعني انا جربت بس آآ اربعة هنا بس طبعا كل من دول فيه تفاصيل كتير بالإضافة البقى الانواع اللي موجودة عندنا يعني هنلاقي موجود عندنا وموجود عندنا وموجود 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 مثلا يعني موجود وموجود فموجود عندنا انواع كتير وطبعا داخل كل نوع هنلاقي موجود عندنا مثلا السولفر عندنا ثلاثة انواع من السولفر هنا مثلا ونقدر نتحكم طبعا في عدد اللي احنا نشغالين بيها ونتحكم في طبعا غالب اللي موجودة عندنا في هو بيحط لك بعض او نقدر نقول بعض تقدر انت تعدل فيهم وباقي هو بيخليها زي الديفولت يعني تمام او بيخليها على الديفولت بتاع اللايبيرا الاساسية بتاعت الاسكيل ارنية طيب هو كده خلص ممكن كده نفتح ونشوف القيمة اللي موجودة عندنا انا كده برتبهم بنانة على الاكيوريسي فبالنسبة لي اعلى حاجة الاس في ام بتمانين مسلا وسبعة من عشرة وبعد كده تمانين واحد من عشرة اللي هي النيورال نتورك والاريا اندر كيرف كان عندي دي اربعة وتسعين في المية اربعة وتسعين ونص دي اربعة وتسعين وسبعة من عشرة اللوجلوس طبعا كلما كانت قريبة من الصفر كلما يكون احسن فهنا بالنسبة لي كاتة اربعة من عشرة هنا سبعة من عشرة تمام يعني الخلاصة اللي انا كان عندي التمانين في المية فطبعا نقدر نعمل شغل اكتر من كده لو احنا عايزين نحسن الموضوع ده باللي انا اغير تمام غير نوع الفيتشرز بدا ما اخد الفيتشرز اللي جايلي من سكويز نت ممكن ناخد اللي جاي من الفي جي جي ستاشر تسعتاشر وهكذا ونقدر نطبق الكلام ده كله هكتافي بكده ان شاء الله وازن احنا برضو كنا عملنا فيديو تاني عملنا نفس الموضوع ده باستخدام المتلاب بس كده بنها ككود والكود قدرنا نطلع على الفيتشرز الموجودة عندنا في الترانسفير ليرنينج موديل وبعد كده اخدناها ونفزناها على الكلاسيفيكيشن ليرنر وقدرنا عن طريق الفيتشرز ديت نستخدم عدد كبير من الماشين ليرنينج موديل ونتعامل مع الفيتشرز دي ونعمل لها كلاسيفيكيشن هحاول حطوا الفيديو ده برضو في الفيديو بتاع المتلاب في الوصف برضو تحت الفيديو بحيس يبقى متاح معنا الفيديو الخاص بالبيسون والفيديو الخاص بالمتلاب شكرا لكم